مرحباً، 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 مرحباً هذا اللايف وعلى هذا المبادرة اللي كنلاحظون من هذه السنوات أنها كتخلق واحد الوعي الكبير عند المغاربة وهذا هو الفوز الكبير اللي كيبلي مقارنة مع الإعلام دينا، الإعلام دينا الرسمي اللي ما كيعطاش اهتمام لهذا القضية هذي اللي بفرلكم أننا كيوصل الميساج لجميع المغاربة أننا كنت تقواج بها الداخلية دينا فهذا القضايا دينا القضايا الأولى دينا وقضايا كذلك دينا الإعداء اللي كي تربصوا بنا فأنا بغيت ندر واحد تعقيب على قراءة نفسية وسيكولوجية للجزائريين والنظام الجزائري ونكذروا على الجزائريين يعني كنا ندروا على الفرد اللي اللي عايش في التجاري في الجزائري فحنايا نحاول أننا ندروا ندخلوا في القامس ديالهم ونرجعوا هذه القرون ونرجعوا العهد ديال القرصانة الاختصابات عمليات اللي كان ديال كانوا كيدلوها للأطراك ديال لأنهم كيحيدوا لهم إخصاء عملية للإخصاء باش أنهم ما ينجبوش فهالشي العرب الويراتي تثبت اليوم أن هالشي كيبقى في الدكرة الويراتية أن الفرد اليوم كي تفكر على شنو الأجداد ديالي وعاشوا من صدمات سيكولوجيا ومن اعتداءات والحدث القارب اللي وقال الجزائريين هو اللي عشت في السوداء فتصوروا معايا أننا نحنا في المغرب الله يحفظ كنا وقالنا هاتشي كتلقى العائلة ديال كمتبوحة كتلقى الناس مقتولين ما كتعرفش كون دارها واش للجيش واش الإرهابيين فالمواطن الجزائري هش نفسيا مهتز نفسيا يعني عنده واحد مجموع عمل العقاد ومجموع عمل الأمراض اللي مكينتا واحد فيهم أنه أعطى الرسول الوقت أنه يصار حد الموضوع ويعاجه فإذا الجزائري اليوم والنظام وراء ذلك يسعى أنه يخلق واحد النوع من القناع هو واحد الشخصية وهمية أنه راه الجزائري عنده النيف أنه راه هو القوي أنه راه هو اللي اللي حرر بلاده أنه هو اللي سيد إفريقيا وقوة إقليمية كما كان سمعت خطابات ولكن في النفس دياله راه جد مهتز وهذا أنا شيء ما أعذرت أنت الأخ على الشك اللي كان اللي حسنتي به وهي أمور طبيعية فأنا كذلك من هذا المنظور هذا الشك زولته ومش حال هذي لأنه أنه يكون قدام واحد إنسان مهتز نفسياً كيف قد القدرة على أنه يفكر كيف قد القدرة على أنه يشوف المستقبل بواحد طريقة السباقية وأنه يأخذ القرارات المناسبة وذلك شي لك نشوفو اليوم أن الجزائر تائعة أنها بقالة سنوات محسوب على رؤوس الأصابع وقربين في دلها الغاز والبترول علماً أن النمو الديموغرافي ديالها هذي في تزايد كيف في سنوات المقبلة في البركسبيكتيف ديال 2030 نقدر اللحظوا أن عملية صدير ديال هذي الهيدروكاربورات غادي ينقص بواحد طريقة كبيرة وفي التالي المضاخن من العرصة وغاية نقص وما كنتم أشير اليوم أنه يدل أن الجزائر غا دفح طريقة ديال تصنيع أو ديال بنائقتي صدم وتنوع غايمكنهم أنها تواجه الصدمات اللي جاية في المستقبل واللي هي صدمات جد كبيرة يمكن المقارنة ديالها مع الأزمات ديال 1927 والأزمات اللي اللي وقعت في التاريخ الاقتصادي للمعاصم فاليوم الدول في الإطار هذا كنلاحظوا أن الدول كاملة في واحد اللعبة بحل اللي كان عطوهم للشيز ميزيكال أولادو ككراسي الموسيقية في أن تكونوا واحد العدد ديال الكراسي ولكن عدد الأفراد زاد على عدد الكراسي وكاد تكون خدموا واحد الموسيقى واحد اللوقيته من اللي كتخص كل شي يجلس وليك يبقى واقف تيخسر فاليوم ما كنلاحظوا أن كنا هات تصابق على أن كل شي يلقى كورسي اللي يجلس عليه ويعرف حدا من الإنجلس ويجلس في الوقت المناسب فكنلاحظوا هاد تحالفات عن المستوى الدولي والشي داخل في علاقات اللي تطورت العلاقات بين المغرب وإسبانيا المغرب والمانيا إعداد العلاقات مع إسرائيل تقويت العلاقات وكذلك العلاقات عن المستوى الدفاع مع الولايات الأمريكية الثلاثين وثلاثين القيمة اللي ادارت في إسرائيل مع عدد من الدول العربية اللي قبعت وكذلك كنشوفهم من الجيهة المقابلة الدول وحال إيران مع روسيا مع توركيا من واحد الجانب تحاول 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 المنكة المناسب ديلها من الجزائر فهذا المنظومة الدولية تالفة كتحاول تضق على البيبان أي باب دقات عليه كي تصدفوا جهة شوفوا جميع الزيارات اليداز قد لاحظوا أنها مشات لميصر الوناتها مشات التوركيا انتم ما شفتوا شنو كانت المخرجات ديل الزيارة مع مع أردوغان أنه سمح في تبقونه ومشا أنه يذل عزاء ديله في الإمارات كنلاحظوا فرنسا هاي دابا كتدق عليها وهذا العناق الحار وهذا فهو فهو ما إلا واحد الإشارة الفشل لذيال زيارة ماكرون لأنه أخذ ذلك الشي اللي يبغى ولكن كنلاحظوا أن الجزائر طواقة إلى الحماية ديل فرنسا لأن الموسيقى قربت تحبس وخاصة الجزائر تلقى كورسية وما زال ما لقيتها لذيالك نشوف ذلك العناق وذلك الحركات لذيال السينجاد من النظام الجزائري الفرنسا ولكن في الأخير فرنسا كان عارفوا العقلية ديالها أنها ليكت تكون مصلحة ديالها لا تتعقل لتا واحد وفي الأحرى الدولة كانت تستعمرها وكانت تعتبرها أنها ميلكية ديالها لا في المنسبة التاريخي ولا التقافي ولا في كل شيء سيكون الجزائر سي ان ديبارتمن فرنسي كما كان كيقولها شهر فأنا اللي بويت نشيل له هو أن جميع المؤشرات اليوم كتدل على أن الجزائر غدا غدا للحيط أن ستين عام في عمر وفي عمر الدول وفي عمر التاريخ فهو لا شيء المغربي عنده 14 القرن اللي يمكن له رأس مال رأس مال ما عندهش قاعد ثمن ما دايما يمكنه أن نقدره بثمن 14 القرن فيه تجارب فيه فيه كتوب فيه مجلادات تكتبات في التاريخ وفيه النظام الملكي ديالنا كي توفر عليها وكي تعطيه واحد تجريبة ماشي زعما اليوم الحكم النظام الملكي ديالنا ماشي بتكشي اللي يعرف اليوم ولا كي حكم بالقرن اللي فاتت وبالجريبة اللي عاش وبالغضر اللي عاش وبالمناورة الدبلوماسية اللي كانت في القرن اللي فاتت مع الإنجليز مع فرنسا مع إسبانيا مع الناس كي حتله فهو عنده الأسلحة وعنده ثقة نفسية أنه كيتجاوز في أي مرحلة كيتجاوز المشاكل اللي عنده بينما الجزائر تونس اللي تهي ما لاقيهش بلاصها دول بحلو برنان وهذا فهي إلا ما عرفتش نعم صطف هادي تمشي للزوال وندكروه هنا يا الخيطاب يا صاحب الجلالة الخيطاب اللي هو تاريخي ولي هو ما كان ما كان تفكرهش بزاف كان داروف مجلس التعاون الخليجي في أنه نبه الدول العربية أن نراه جاي واحدة جاي واحدة وأنه غضي تقسام الدول وأنه خاص الإنسان يحرص على أنه يوحد الصفوف باش أنه ما يوقع لوش تقسام وما يوقعش الغازو ديالو فهذا الشرح نك نشوفوه في 2017 وقع هذا الاجتماع نحن نشوفوه في إطار خمس سنين نحن حدلت تطورات وقعت في العالم اللي غالت تمشي بواحد طريقة متسارعة في خضم الأزمة ديال روسيا مع الصين والطايوان لا إيران المدية لها في إفريقيا لا دابل ساحة المعركة في إفريقيا بين جميع القوى الدولية فهذا الشي غالت تصارع بواحد طريقة كبيرة ونحن اللي علينا وهذا واحد الرسالة للشعب المغربي فهذا وقت نترسوا ونوحدوا الصفوف على المستوى الضاخلي لأن هذا الشي غالت يحمينا من هذا تهجوم ديال القوى الخارجية وكذلك كذلك ندبى على واحد الحاجة اللي غالت عاوننا جدا في المغرب ولا هو الإعلام الإعلام ديالنا ولا كيفية إيصال المعلومة للآخر فهذا إلا قدرنا أننا نوصلوا التوركية في المسلسلات الدرامية اللي كي ديرو باش كي عاودوا على التاريخ وننفكروا به التاريخ ديالنا المغربي ونوحدوا الصفوف والإنسان من باكستان كي عارف شنو هيا شكونا هما المرابطون وشنو هما فتح الأندلوس وشنو هي معركة وات المخازين وكيفاش أننا حاربنا إحنا كرافعين لرايا ديال الإسلام ضد الصليبيين فهذا غادي يزيبنا واحدة الإكسبوزيسيون في الدول العربية الإسلامية وكذلك مع الدول ديال العالم وغايمكن أننا الجيل ديالنا اللي طالع أنه يفتخر بالتاريخ دياله بالدولة دياله ويكون ديما مجند أنه إذا فعلها هذا هو تدخل ديالي وكن شكرا لكم مرة أخرى مرحبا أخي أخي مروكونايت صراحة كلام في الصميم وهنا تعاليق في كل شيء كيبان تفاعل كبير تفاعل صراحة كل شيء تتفاعل مع الكلمة ديالك ومع التدخول ديالك يعني المدخلة ديالك يعني تبارك الله عليك وفيتها وكفيت يعني صراحة لأن أحطت من مجموعة من النقاط من الجانب النفسي وكذلك من الجانب التاريخي وكذلك حتى من الجانب السياسي أنا وسبق لي حتى أنا تكلمت على مسألة من الجانب السياسي تكلمت على أن التحولات بسيطة الستراتيجية الكبرى للعالم الآن غادة تؤدي إلى اختفاء بعض الدول من الخارطة ولعل لا أجزم ولكن كنقول لعل أولها غادة تكون هي الجزائر لأن الآن بوادر تغييرات الجيوستراتيجية غادة تبدأ في شمال إفريقيا المغرب جمع الأضداد الكاريتة العظمية أن كل شيء اللي الآن بغي يدخل مع المغرب هذا كل شيء بغي يدخل مع المغرب وفعل ما نقوله شيء صالحنا مئة في المئة كين وحد الريسكي يعني كين وحد الخطار لأن هذه الدول هذه والتي عندها أطماع استعمارية وخاصة أنه وإلى قرينا الآن التحرك الإسباني هو فيه نزعة استعمارية توجه الجزائر يعني ربما إسبانيا تريد احتلال الجزائر أو هناك نزعة ما يعني ما تكونش بالضبط غزو عسكاري ولكن تقدر تكون غزو من نوعين آخر يعني كنشوفوا هد تحركات كاملة كلها تشير على أن كما قلت يا أخي على أن الجزائر غادة تدخل في الحياة لأن احتقت اقتصاديين وسياسين واجتماعيين رأى صافرة منهارة يعني هل يمكن اعتبار الجزائر دولة وفق هذه المعطيات هذه الجزائر نهايتها أصبحت وشيكة وكما السلفة الذكر على أن المحروقات أصبحت أيامها معدودة رأى في 2004 كنون كنت تكلموا على خمسة وعشرين سنة خمسة وعشرين سنة رأى سالات يعني أش بقى يعني إذا وصلت من هنا لواحد العشر سنين قاع غدت غدت نقص المداخل ديرهم في النفط والغاز الكارتة وشنو داروا بها ذيك البحبوحة المالية ذيك الالف مليار اللي كانت في ذيك العشرية شنو داروا بها؟ ما داروا بها تحاجة يعني ضربوا الجنرالات سلحوا بها بوليزاريو هادشي اللي داروا بها يعني وبلادهم الداخل مزيدوش فترة وطوار يعني هذي كلها من بين النقاط اللي خسنا نحدد دوا ونفهموها يعني هما مقدارات ديالهم الطبيعية فوق مقدارات الإمارات بتسعود وستين مليار دولار سنويا وشو الإمارات فين وصلوا شوفهم هما فين كيني نرى الجزائر قبل ما يجي إمارس عندنا المعاردة كخصو إمارسة عندو هو بالضبط وكن شكرك أخي مروا كالنايت نشوفو الأخ